بسم الله الرحمن الرحيم رب إني وغنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا أسكنيا إنا نمشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليابد سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وأأتيناه الحكم صبيا وحنأنا من لدنا وزكاها وكان تقيا وبقوة أم والدئه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ألد ويوم يوءت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلناها إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشرا ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيل ولنجعله آية للناس ورحمة مدنا وكان أهربا قضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلا قالت يا ليتني مد قبل هذا قالت يا ليتني مدنا فنادها من تحتها ألا تحسني قد جعل ربك تحتك سريا وهزئي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطما جنيا فكلي واشربي وقضي عينا فإن ما تر إن من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك برأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أأتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأغصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبغوا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ألدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم وهل الحق الذي فيه يمترون ما أكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فوئل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفنة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومد عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبد لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبد إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبد لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبد إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراضب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تهنته لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلناها نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان الصدق العليا واذكروا في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ونأديناه من جانب التور الأيمد وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخا هارون نبيا واذكروا في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكا وكان عند ربه مرضيا واذكروا في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أدعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا أتتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من معدهم خلف الأضاع الصلاة واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مكتيا لا يسمعون فيها نغوى إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذهانك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له مسميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل أنا خلقناه من قبل ولم تك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم هول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة إذ أيهم أشد على الرحمن أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا أرأوا ما يوعدون إما العذاب إن العذاب وإن الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا فستعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويسيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال نأتين مالا وولدا أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونبد له من العذاب مدا ونلثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعمادتهم ويقولون عليهم غدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكأذ السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن قدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا إلا آت الرحمن القصة أو تحمق يعلمك للرحمن